استمرار الأمطار الصيفية على غرب المملكة تزامنا مع هبوب رياح نشطة في المنطقة الشرقية والوسطى تثير بعض الأطربة والغبار يتوقع استمرار نشاط السحب الركامية على طول القطاع الغربي من المملكة خلال الأيام القادمة بحيث تكون فرصة مهيئة له طول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله على إجزاء من الربع الخالي ومرتفعات وتهامة جزان وعسير والباحة بالإضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة وقد تطال فرص الأمطار المشاعر المقدسة ساعات المساء والليل كما تمتد الأمطار بشكل عشوائي لإجزاء متفرقة من المدينة المنورة وتبوك وغرب حائل والقصيم هذه الهطولات تكون متفرقة في مجملها ربما تكون غزيرة في بعض الأحيان والنطاقات الجغرافية ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة باستثناء المرتفعات وتنشط الرياح الشمالية على المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة تثير بعض الأتربة والغبار بمشيئة الله نتمنى السلامة للجميع للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب دمتم في أمان الله دمتم في أمان الله